بين السياسة والقانون سقط الجانب الإنساني في الحدود البلاروسية والبولندية في الوقت الذي تقل فيه درجات الحرارة دون الصفر ترتفع أصوات المهاجرين المطالبين بحقهم في العبور إلى بولندا كلاجئين بينما ترفض بولندا التدفق الكبير للمهاجرين على حدودها وتوجه أصابع الاتهام للجارة بلاروسيا بنقل الآلاف من مناطق الأزمات إلى حدود الخارجية يؤكد رئيس بلاروسيا آليكسوندر لوكاشينكو أنه بريء من كل الاتهامات ويعمل كل ما بوسعه لإعادة اللاجئين ونزعفة للأزمة المواجهات تجددت اليوم بين الأمن البولندي وطالبي اللجوء الذين حاولوا اجتياز الحدود في صورة تنقل حدة التصعيد والتوتر على الحدود البلاروسية البولندية التي يرىها الاتحاد الأوروبي تهديدا جديدا قد يفرض عقوبات خامسة على بلاروسيا ويلوح بأخرى معركة كسر العظام احتدمت بين الكبار صنع التكتلات بعد أن دخلت فرنسا على الخط لمساندة بولندا واعتبرت أن بلاروسيا تخطط لمسرحية مروعة فيما أكدت موسكو أن استخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين أمر غير مقبول في ظل كل هذا تتزايد النشاطات العسكرية لحلف الناط على الحدود البلاروسية البولندية واستدهم هاته الأخيرة لبولندا بالتحضير لحرب يقابله الطرف الآخر بتهمة استغلال الضعفاء لأغراض سياسية ترجمة نانسي قنقر